بسم الله الرحمن الرحيم نتكلم من عرضة على تصنيف أو تأسيم الإبثالية التشو according to the structure and function حسب التركيب والوظيفة نسم الإبثالية التشو إلى covering إبثالية يعني طلاقية غطائية and glandular إبثالية طلاقية غدية الكفرين إبثالية يجب أن قلنا cover from outside or line from inside all the services كل الأسطح الداخل الجسم إما تكون covered or line by إبثالية التشو الكفيتز الفراغات الموجودة tubes such as the line of the digestive system بطانة القرانة الأطمية دابرة عن a covering إبثالية or covers the surfaces زي إيه زي الستمك زي الانتستين and also likely skin برضو ده اعتبر a covering وقلنا ده covering دايما بيبقى face the space face the space الغلام تلعى بيثيريا بيثيليوم أو ميوكس أو other fluids لكن دي تطلع هورمون لأن توزو بلد directly توزو بلد directly الكفرينج بثيلة التشو is classified according to وخلاص إحنا قلنا إيه على حسب structure and function عندنا إما يكون covering أو glandular طب الكفرينج بقى تتأسم على حسب إيه according to the shape of the cell على حسب شكل الخلية طيب ممكن أسمع تأسم تاني أو على حسب according to the number of the layer على حسب عدد إيه الطبعات شكل الخلية لو كان flattened مفلطح نقول عليه squamous مفلطحة أو حرشفية لو كانت like the cube دي طبعا بتبقى عملك يراه ده اللي تبقى squamous sales الشكل ده like the scales بتاعت الحرشيف بتاعت السمك لو كانت like the cube شكل المكعب في الحالة دي بتقول عليه keypoital مكعبة الشكل طب لو كانت طول أكبر من عرضها بالشكل ده يبقى دي على طول بتقول عليها إيه دي طول عليها columnar shaped تبقى column shaped according to the number of the layer على حسب عدد طبقات الخلايا فيبقى عندك إما تكون simple تبقى one layer طبقة واحدة أو تكون striated تبقى two or more layers طبقتين أو أكتر يبقى زي كانت طبقة واحدة تقول على طول ده simple symbol epithelial tissue طب أكتر من كده يبقى طول تقول عليه stratified epithelial tissue ما بين simple والstratified فيه طبقة كده في النص بسموها seedo stratified و seedo stratified معناها طبقية كاذبة it just appear just appear it's appear as two layers but indeed it is only one layer one of them reach to the surface and the other short but all of them rest on the basement من برون كلهم بيستقروا على غشية القاعدة خلاص يبقى لو على حسب بقى شكلها يبقى نشوف شكل الخلي ونقول ده squamous cuboidal columnar طبعا حسب الطبقات لو كان طبقة واحدة يبقى simple أكتر من طبقة يبقى stratified يعني طبقية نقول stratified بيثلي يبقى الكافرينج بيثلي الوقت يبقى يكون simple one layer أو certified more than two or more يبقى على حسب بقى شكل نقول شكلها squamous يبقى squamous بيثلي يبقى simple squamous بيثلي simple cuboidal بيثلي simple columnar بيثلي طيب النوع الأخير في simple adjust appear as two layer but indeed it is only one layer يبقى هو طبعة simple لأنه عبارة عن طبعة واحد لكن هو من تحت ميكروسكوب أنه عبارة عن طبعتين أو أكتر ده في الحالة اللي بيسموه serious stratified يبقى serious stratified symbol بيثلي طيب stratified خلاص عرفنا أنه أكتر من طبعة يبقى امتى تقول عليها طبعة إذا كانت الخلايا بترتبط بغشاء القاعد طيب طيب ديها ترتبط بيها لا يبقى ديها عندك كم طبعة لوقتي ثلاث طبعات إذا كانوا كلهم بقى هنا لأ قدمت لك طويلة كده واحدة قصيرة كده واحدة طويلة كده واحدة قصيرة كده واحدة طويلة كده واحدة قصيرة كده الوقت ده عبارة عن إيه يخدعك تحت الميكروسكوب وتقولون ده عبارة عن طبقتين لأن حتى مستوىات الأنوية في مستوىات مختلفة لكن في الحقيقة هم طبقة واحدة ليه لأن الخلايا القصيرة راجزة على غشاء القاعدي والخلايا الطويلة برضو مستقرة على غشاء القاعدي وبالتالي يبقى دول طبقة واحدة لكن دي طبقات ليه لأن الطبقة واحدة بس الأولانية طبعاً اللي هي بسمه البيز اللير أو الهورن المالبيجي اللير طبقة مالبيجي اللي بتستقر على البيزمنت ميمبرين في الحالة دي بتقول عليها ايه يبقى ده ايه تصير استراتفايد لكن ده استراتفايد طيب هتقسموا بقى على حسب ايه إزا كان هو طبقات زي ما انتوا شايفوا كده هتقسموا على حسب ايه على شكل آخر طبعة شكل الطبقة الأخيرة دي ما هو كله هيبقى بنفس الشكل ده يعني السكوامس الكوبويدر الكولامنر كله هيبقى نفس الشكل ده ايه بتقسمها على حسب ايه الشيب او ده لاست او السوبرفشن لير على حسب الطبقة السطحية ازا كان الطبقة السطحية عاملة كده يبقى ده على طول تقول عليه ايه تقول عليه انه هو سكوامس طب دي مش موجودة دي خلاص ده كده مش موجود هيبقى موجود عامل ازاي كده يبقى ده على طول ايه استراتفايدعي كوبويدر طيب الطبقة دي مش موجودة خالص هيبقى في عامل ايه عندك أعمل كده وفي الحالة دي تبقى دي ايه يبقى دي استراتفايد ايه كولامنر يبقى ناقسمت الاستراتفايد مش على اول طبقة التلاث طبقة اولى طبقة المتوسطة لأ على حسب الطبقة الاخيرة kommerد طبقه الاخير ازا كانت اسكواما سيب اسكواما ستراتفادي بيثيليم كلامنا ستراتفادي بيثيليم او ترانزيشنال وده نوع بيبقى موجود دايما موجود حتى تلاقيه في لانج او تلاقيه في يعني انت بتيجي بصدقى الخلايا موجودة بالشكل ده كده مجموعة من الخلايا لما يكون الخلايا منقبضة او نقول مسلا لو المسانة ممتلئة بالبول هتلاقي دول مسلا تلات طبقات كده من الخلايا لما يحصل يورينيشن تباول ويطلع البول تيجي تبص تلاقي التلات طبقات دول بقوا موجودين في نفس المكان كده بقى فيه اكتر من ايه عشر طبقات او بالشكل ده الخلايا دي جات من اين ان الخلايا دي بتتحرك تنتقل من مكان لي مكان حسب الحجم بتاع الموجود وبتothesua خلايا الخلايا انتقلية بنسبةaciones ت Low 1970s لفوق دي لفوق فيه نوع من الخلايا المغام اللي بقى في مدة كيراتين تقرن وفي نوع نون كيراتينايز showing усп primaries لكن موجود في ال skin ده بقى يهيه لان في مادة الكريتين يعني الطبقة الاخيرة اللي هي كانت موجودة اللي هي اللي هي كانت عاملة كده اللي هي بتبدأ تفقد الانوية بتاعتها وتتقرن كده بالشكل ده وتبقى مادة مادة الكريتين وبالتالي بتبقى ايه بتساعد او تحافظ تبقى اقل حساسية شوية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته